ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله من اعتقال الفتاة القاسرة البالغة من العمر 16 سنة راجعون إلى سرقتها لمبلغ 23 مليون من دولاب والدها بيتامن سورت ساعات بعد خروجه للمسجد لأداء صلاة العصر يوم الاثنين الماضي وأشار تدات المصادر إلى أن الأب كان قد حصل على المبلغ المذكور كقرض لشراء سيارة نفعية لنقل البضائع إلا أن الإبناء السولت عليه ثم اختفت عن الأنظار وهو ما دفع بالوالد لتبلغ عناصر الدركة فور استشعاره اختفاء ابنته والملايين وبشرت عناصر الدركة تحريتها وأبحاثها وتبين لها أن المعنية بالأمر تتواجد في فندق مصنف بأقادير رفقة ثلاثة من صديقاتها حيث تم توقفهن وحجز مبلغ 19 مليون المتبقي من المبلغ المصروق ولم يعلم بعد مصير الملايين الأربع المختفية من هذا المبلغ وكيف تمكنت الفتيات من إنفاقها في غضون ثلاثة أيام إلا أنه تم ترحيلهن صوبة منصورت ووضعهن رحنة تدابير الحراسة النظرية لتعمق البحث معهن في انتظار عرضهن على النيابة العامة ومتابعتهن بالمنسوب إليهن من أفعال نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب ترجمة نانسي قنقر